أرى أن الساعة دقت الحادية عشرة الآن لذا سنبدأ حالاً لأن أمامنا 45 دقيقة شكراً لكم على حضور هذا اللقاء وعنوانه المعرفة قوة وقادة في المنزل والمدرسة والمجتمع يشرفني العمل مع هذا الجمع من الآباء والأمهات الممثلين لمنظمات مختلفة وسأمنح لهم الفرصة لتقديم أنفسهم والآن سنبدأ لقاء اليوم شكراً لكم أليخاندرو صباح الخير اسمي أليخاندرو مارتينيز وأنا مكسيكي وأيضاً من أصل مكسيكي من مدينة فيراكروس أعيش في الولايات المتحدة منذ 22 عاماً وأعيش هنا أنا وزوجتي لدينا ثلاثة أطفال ونحن يشرفنا المشاركة في هذا المؤتمر وقد حضرنا لنشارككم كيف تعلمنا العمل في مجتمعنا مع منظمة بيرنتس يونيفورسيتي وكيف يمكننا تلقي المساعدة والتعلم وكيف نشارك تجربتنا مع مجتمعنا وهذا ما دفعنا لحضور لقاء اليوم نود أن تنضموا إلينا ونأمل أن تستمتعوا بما ستتعرفون عليه اليوم وأن تشاركوه مع مجتمعاتكم صباح الخير اسمي أدريانا مارتينيز وأليخاندرو زوجي كما ذكر زوجي منذ قليل نحن نعيش في الولايات المتحدة منذ 22 عاما ولدينا ثلاثة أطفال وأنا أيضا من المكسيك أود أن أحكي لكم ما تعلمناه معا من عملنا مع منظمة بيرنتس يونيفورسيتي وحتى يمكنكم معرفة هذه المعلومات والاستفادة من هذه الأفكار لتصبحوا قادة الناجحين في المنزل والعمل والمجتمع صباح الخير اسمي مارتا خيمينيز لدي ثلاثة أبناء وأنا أقيم في حي باريولاس إمباكادوراس في شيكاغو أعمل في مدرسة عامة بشيكاغو لذلك أنا عضوة في أكاديميتين إلاتشي أكاديمي ويو آي سي أكاديمي إنه من دواعي سروري أن أن أحضر هذا اللقاء معكم ونتشارك تجاربنا نحن الآباء والأمهات القادة سنعقد اليوم مناقشات وحوارات حول تجارب الآباء والأمهات بصفتهم القادة وأيضا عن أثر التعليم في أبنائنا في البداية نود أن نتطرق إلى معنى أن تكون قائدا ما رأيكم في ذلك؟ ما الصفات والسمات التي يجب أن يتحلى بها القائد؟ نرجو أن تذكروا أي صفة تخطر على بالكم إذا رغبتم في مشاركتها يمكنكم فتح المايكروفون والمشاركة في هذا اللقاء ما معنى أن تكون قائدا؟ وما المهارات والقدرات التي يجب أن يتحلى بها القادة؟ حسناً أرى أن القائد لا بد أن يكون لديه رؤية وأهداف لما يريد تحقيقه وفي حالتنا ما الذي نريد أن نحقيقه لأبنائنا؟ فالقائد لا بد أن يسعى لإيجاد طريقة النجاح في ذلك ويبحث عن شركاء لأننا لا نستطيع النجاح فيه بمفردنا هل من أحد آخر يود المشاركة؟ نعم أود المشاركة فرناندا تفضلي أعتقد أن القائد هو من يأخذ بأيدي الآخرين لمساعدتهم على حل مشاكلهم والخروج من أزماتهم فالقائد يرشد من حوله إلى المسار الصحيح حسناً نستمع الآن إلى وجهة نظر أخرى بياتريس ماري أنا أتحدث أعتقد أن القائد لا بد أن يكون قدوة على الدوام ليس قدوة فحسب أي ليس قدوة شكلية فقط ولكن أن يضرب به المثل في الاهتمام والتعلم على سبيل المثال بدلاً من أن يقول يجب عليك أن تفعل هذا الشيء لا بد أن يفعل ذلك الشيء بنفسه فنحن نقول لأطفالنا يجب عليك القراءة يجب عليك أداء فروضك المنزلية ولكنهم لا يروننا نقرأ كتاباً ونحاول الاهتمام بعاداتنا وصحتنا علينا نحن أن نكون القدوة التي يتطلع إليها أبناؤنا فهم في المستقبل سيكونون مرآة لما نحن عليه الآن وإذا كان بتلك المرآة عيوب ستنتقل هذه العيوب إلى أطفالنا وكذلك سيرى الناس جميعاً هذه العيوب حسناً وفقاً لآرائكم التي سمعتها منكم والآراء الأخرى التي قرأتها في قسم الدردشة نحن الآن نعرف صفات القائد ونحن الآن لدينا فكرة واضحة تبدأ بالرؤية التي تقول إنه علينا أن نكون قدوة علينا مساعدة الآخرين وباستطاعتنا إرشاد من حولنا كما علينا أن نأخذ بأيديهم ونمكنهم من التفاعل والمشاركة أيضاً وبذلك نحن جميعاً لدينا فكرة واضحة عن المهارات المطلوبة والآن سنناقش بعض الأفكار عن ذلك إذا وجدنا تلك المهارات في القادة فلماذا في رأيكم من الصعب أن نتقبل دور القيادة لأنفسنا فعندما يسألون الناس هل أنت قائد؟ لماذا من الصعب أن تتقبل أنفسنا ذلك؟ لأننا لا نؤمن بأنفسنا لا نثق بأنفسنا حسناً أعتقد أن ذلك يرجع أيضاً للثقافة فقد قيل لنا إننا إذا وثقنا بأنفسنا فذلك تفاخر ودورنا نحن قادة وآباء وأمهات المجتمع أن نغير هذه الفكرة عند أطفالنا لابد وأن يشعروا بأن لديهم القدرة على النجاح في أمورهم وأن ذلك الشعور لا يعني أنهم يتفاخرون أو يتكبرون وإنما يعني أنهم يفعلون ما تعلموه وذلك من أهم ما يجب علينا أن نبدأ بالعمل عليه مع أطفالنا منذ صغرهم وعيشهم معنا في المنزل نعم أعتقد أننا متفقون جميعاً على هذه النقطة أعجبني كذلك رأي قرأته على الدردشة أحببت صياغة صاحبة الرأي لكلماتها قالت إننا لا نقبل أو أن نقوم بدور القيادة علينا أن ننزل الساحة ونشمر ونخوض الصعب بين ونبدأ القيام بالأشياء التي يمكننا أن نتعلم منها ومن المهم للغاية أن نتقبل أنفسنا أولاً حتى يمكن أن تؤثر ثقافتنا على الآخرين ولكن الأمر المهم هو مساعدة بعضنا البعض والأخذ بأيدي الآخرين فمن يستطيع المساعدة عليه أن يساعد وهذه من صفات القائد الحميدة نعلم أن هناك أنواع مختلفة من القادة والآن سيحدثنا زميلنا أليخاندرو عن بعض المهارات المهمة في العمل حسناً ما أود أن أتحدث عنه إليكم هو تجاربي لدي وظيفة ثابتة لا أقصد أنني معلم أو شيء من هذا القبيل إنما أعمل في إحدى الشركات ولكنني تعلمت أننا دائماً نتحلى بالمهارات الأمر الذي تحدثت بشأنه مع الزملاء عندما كنا نخطط لهذا المؤتمر جميعنا لديه المهارات ولكن كما قالت بلانكا أوتشوا نحن لا نريد أو أحياناً لا نشعر بأننا قادرون على أن نفصح عن ذلك صراحة للناس لأن الناس قد يظنون أننا مصابون بالغرور وهذا يؤثر على قدراتنا لأننا فعلاً لدينا المهارات كل منا له مواهبه ومهاراته ولكن علينا أن نفهم شاكرين الرب أو شاكرين هذه المهارات التي نمتلكها أننا مميزون ولسنا بالضرورة مغرورين نحن متمرسون في القيام بأشياء مختلفة وهذا يمنحنا القدرة على أن نصبح قادة فبعض الناس يمكنهم القيادة في جوانب معينة والبعض الآخر في جوانب أخرى ولكننا جميعاً قادة حتى في بيوتنا ومن بعض الأشياء أحد الأشياء التي تعلمتها من عملي أنني لست قائداً في عملي ولكنني أخبرهم بأنني أدركت أنني أحرزت تقدماً في عملي وأنني أستحق أن ألقب بالقائد لأنني أحياناً أفعل ما يفعله رئيسي في العمل وفي بعض المرات عندما أخذ رئيسي بعض الإجازات وعندما خضع لجراحة توليت أنا مكانه أقصد أنهم لا يدفعون لي راتب القائد ولم يعيني أحد قائداً ولكنني أتولى دور القيادة في بعض الأحيان إذن نحن لا نعترف أحياناً أننا بالفعل قادة في مجتمعاتنا ومدارسنا أو في مساعدتنا للآخرين تطوعاً أحياناً نمتلك هذه المهارات ولا ندرك أننا نفعل ما يفعله القادة وهذا ما أردت أن أتحدث عنه إليكم اليوم ومن إحدى المهارات المذكورة هنا في الشرائح التي أمامكم هي التنظيم والقائد يجب أن يكون القدوة كما قالت بياتريس وهذا شيء دائماً ما أقوله لأطفالي ليس المهم ما تقول أو تلفظ المهم ما تفعل أستطيع أن أتكلم لساعات من الزمن ولكنه مجرد كلام المهم أن أثبت كلامي بالأفعال ومن صفات القادة كما قلنا التنظيم فإذا تظاهرنا بأننا قادة بشكل أكثر رسمية علينا أن نظهر تلك السمات علينا أن نكون منظمين علينا أن نكون مستقلين ونسعى للتصرف أحياناً وفق ثقافاتنا أنا مكسيكي وجئت إلى هنا عندما كنت أبلغ 17 عاماً واضطررت إلى تعلم الكثير بنفسي وهذا الأمر منحني فرصة الاستقلال أن أصبح مستقلاً لم يكن معي أبي أو أمي ليدعماني لقد أتيت من المكسيك لوحدي مع بعض الأصدقاء وأنا لن أحكي لكم كامل قصتي لأنها تحتاج إلى وقت طويل جداً ولكني أردت أن أقول إن ما عنيته ساعدني أن أكون أنا أن أكون مستقلاً وأن لا أنتظر مساعدة من أحد لحل مشاكلي فقد سويت مشاكلي بنفسي كان علي أن أبادر وأحل مشاكلي بنفسي وهذا جزء من موضوعنا فهذه المهارات أيضاً من سمات القائد أن يكون مستقلاً ولا يعتمد على أحد من حوله بل لديه القدرة على التصرف بنفسه بل لديه القدرة على التصرف بنفسه وهذا ما قابلته كثيراً في عملي ألا وهو مهارة اتخاذ القرار هناك تابعون وهناك قادة فبعض الناس ينتظر أن يبادر الآخرون بالتصرف أو أن يكلفوهم بمهمة للعمل ولكن القائد من صفاته أن يقول حسناً أرى أن ذلك خطأ أو هذا ليس في مكانه الصحيح سأخذه وأضعه في مكانه المناسب فالشخص التابع ينتظر أن يقوم غيره بتحريك ذلك الشيء على سبيل المثال إذا كنا نقف في أحد الممرات وكانت هناك بعض المواد في الطريق فإذا لم يقم القائد بإزالتها سيتوقف التابع هناك ويتبعه تابع آخر ثم الكثير من التابعين الذين لن يحركوا ساكناً أما القائد فيبادر ويتصرف فهو سيقوم بإزالة المواد ويعبر الممر فإذا أردت أن تكون قائداً عليك أن تمنح المزيد وهذه صفة أخرى وهي اتخاذ القرار فإن كان هناك شخص آخر أراد الانتظار ليرى كيف سيتصرف الآخرون فهناك من سيقول حسناً لقد تم الأمر بينما كنت تفكر لقد تم الأمر فهذه عقلية القائد فالقائد هو من يفكر ويقول ماذا سأفعل فالقائد يبحث ويستكشف ليعرف إلى أين يأخذ هذه الأدوات ثم يبادر ويتصرف وكما يقولون في المكسيك يتصرف المرء سواء كان واثقاً مما سيحدث أم غير واثق أحياناً لابد أن نتخذ القرار حتى وإن لم نعرف العواقب وأحياناً الأفضل هو أن لا تخطط ولا تفكر ملياً بالأمر فنحن القادة تقع على عاتقنا المسؤولية وعلينا أن نكون القدوة وكما قالت بياتريس علينا أن نظهر ذلك وكما قالت بياتريس وأحسنت القول لا يمكنني أن أوبخ أحداً أو أقول له أي شيء إلا إذا قمت بذلك الشيء بنفسي هذا هو الواقع هذه هي الحقيقة لن يتبعنا أحد نحن القادة إلا إذا أظهرنا كيف يمكن القيام بذلك مسبقاً هذا أمر في غاية الأهمية حسناً سألخص موضوعنا الآن ثم سننتقل إلى الزميل التالي أعتذر منكم أعرف أنني أطلت للغاية التنسيق والعمل الجماعي لا أعرف إن كانت إيفون هي من ذكرتهما علينا أن نتعلم كيف نعمل كفريق ويجب علينا التواضع علينا أن نتعلم أن الفرد حتى وإن كان قائداً لا يمكنه أن يقوم بكل شيء بمفرده فأنا كقائد أحتاج إلى مساعدة الآخرين ولزيادة النجاح والإنتاج علي أن أعتمد على رفاقي فالقائد لديه الأفكار وهو من يتخذ القرارات ولكنه يحتاج أيضاً إلى المساعدة لذلك علينا أن ننسق العمل الجماعي ولذا علينا أن نطلب المساعدة لأننا إن لم نطلبها سنفقد عقولنا إذا أردنا أن نفعل كل شيء بأنفسنا علينا أن نهتدي إلى رؤيتنا ثم يجب علينا أن نعرف كيف نكلف الأشخاص الذين نعرف أنهم ذو المهارات المطلوبة كما علينا أن نتقبل أننا قد نخطئ أحياناً ربما نرتكب الأخطاء وعلينا تقبل ذلك كنت أتحدث بالأمس مع رجل وقلت له سأحكي لك عن أخطائي التي كانت أخطاء كبيرة فعلتها في السابق بل كانت ستؤدي بعض الأخطاء التي ارتكبتها طوال حياتي إلى هلاكي وقلت حسناً سأخبرك بأخطائي حتى لا تقع أنت فيها لقد أخطأت كثيراً لكنني أصلحت الأمور لقد حاولت تحسين الأمور أو إصلاح تلك الأخطاء ولذلك على القائد أن يتواضع ونحن في معظم الأحيان قد نحظى بمن يساعدنا على اتخاذ القرارات الصائبة فمن المهم أن نفهم أننا معرضون للخطأ كما علينا أن نفرح بإنجازاتنا وانتصاراتنا وعلينا أن نثق في قدرتنا على التصرف والفعل ونحن اللاتينيون والمكسيكيون نعتقد أيضاً أن الأنجلوسكسونيين هم فقط من يحظون بفرص التقدم ولكننا لدينا الكثير من الفرص في هذا البلد فعلينا أن نثق بأنفسنا علينا التحلي بالثقة علينا أن نؤمن بقدراتنا وعلينا التأهب والاستعداد ثم إثبات هذه القدرات فالنتيجة هي المزايا والنتائج التي نحصل عليها علينا مشاركة تجاربنا لمساعدة الآخرين فإذا كنت أنا استفد فسوف أفيد غيري فعلى كل قائد في المجتمع أن يشارك تجاربه حتى يستفيد مجتمعنا من خبراته أعتذر على التحدث بسرعة وهذا ما وددت أن أشارككم إياه شكراً لك يا أليكس أدري اسمي أدريانا وسأتحدث إليكم عن ميزانية البيت ودخل الأسر أكثركم على الأغلب أمهات والآن وبسبب الجائحة أصبح تعليم الأطفال في المنزل أمراً صعباً لدي ثلاثة أبناء ابني الأكبر على وشك بلوغ واحد وعشرين عاماً وهو الآن تقريباً مستقل بنفسه لأن لديه عملاً ولدي أيضاً ابنتان أعمارهما 12 عاماً وثمانية أعوام ولأن أبناء يقيمون معي بالمنزل اختلفت طريقة التعامل معهم بسبب حدوث تغيرات جذرية فعند بداية الجائحة قررت أنا وزوجي أن أمكث أنا بالبيت لمساعدة أبنائنا لحاجتهم إلى المساعدة وكأم كان علي أن أكون القائدة ودون أن أدرك وجدت أنني قائدة أسرتي وأعمل بالمنزل لذلك كان علي أن أعرف كيف أدبر المال في مصاريف الطعام وما يحتاجه المنزل وهذا نوع من القيادة يجعلنا نحن الأمهات لا أعرف كيف يتم ذلك لا أعرف إن كان علي أن أتصل بأحد ومن جوانب قيادة الأم أحياناً أنا لست قائدة أين تعملين؟ فالكثير من النساء يمكثنا بالمنزل ويقول أنا لا أعمل أنا ربة منزل فبقاء المرأة بمنزلها معناه أنها لا تعمل ولكنهن لا يعلمنا الحقيقة وهي أن عمل ربة المنزل شق للغاية لأننا لا نمكث بالمنزل ونشاهد التلفاز ولا نفعل شيئاً فمن رعاية لأطفالي فمن رعاية لأطفالي أدركت أن رعاية الأطفال تحتاج إلى مجهود جبار فالطفل يحتاج إلى المساعدة في فروضه المدرسية ودروسه كما أنني أقوم بجميع أعمال المنزل من طهي ونظافة الملابس وغيرها وعلي أن أجهز كل شيء قبل أن يصل زوجي إلى المنزل يجب أن تجهز ربة المنزل كل شيء لذا نحن أيضاً يمكننا القيام بأدوار القيادة وأعتقد أننا لسنا مضطرات إلى أن نقول أنا لا أعمل أنا مجرد ربة منزل علينا أن نفخر بما نقوم به في منازلنا لأننا بذلك عاملات كما أننا قائدات فنحن من نتولى المسؤولية في منازلنا ولذلك أود أن أحيي كنا جميعاً أحيي جميع ربات البيوت على ما يقمن به من عمل شاق فربات البيوت يقع على عاتقهن مسؤولية كبيرة ويبذلن مجهوداً جباراً أود أنا أيضاً أن أقدم التحية لكنا جميعاً لأن عمل ربة المنزل ومسؤوليتها عن جميع شؤون الأسرة والأطفال والفروض المدرسية كما قالت زوجتي له عمل شاق للغاية فأنا لا أقلل من قيمة عمل زوجتي ولكن هناك أناس وهناك ربات بيوت أو زوجات يعملن بوظائف بجانب مسؤوليتهن عن أعمال المنزل ولذلك عليكنا أن تشعرنا أن تن الزوجات بالفخر لأن عمل ربة المنزل يعتبر هو الآخر عملاً هاماً تصفيقي أنا وزوجي للأمهات جميعاً ليس من فراغ لأننا لسنا أمهات في بيوتنا فحسب بل منا أيضاً الكثيرات يعملنا طبيبات وممرضات وطاهيات ومعلمات وفي أيامنا هذه أعتقد أن دور ربة المنزل دور كبير حتى وإن لم تكن أماً فدورها عظيم في الأسرة فإذا كان لديك أطفال أو حتى إذا لم يكن لديك أطفال مثلما تقوم المرأة بمهم للغاية العائلات ولهذا السبب كنت أشعر أن دوري مهم لأني أيضاً أقوم بالكثير من الأشياء التي لم أظن أني قادرة على القيام بها ولم أدرك أنني كنت أعمل لأننا نكلف أبناءنا وأفراد أسرنا بالمهام والمسؤوليات لذا علينا تولي تلك القيادة أو هذا الدور القيادي وأن نكون القدوة الحسنة أيضاً علينا العمل للعائلة والقيام بدور النشط وأن نتعاون وأن نكون القدوة لأن القائد هو المرشد لأن من يتبعونه يتطلعون إليه ولذلك أنا أشجعكن على مواصلة القيام بهذا الدور المهم للغاية لأسرنا حتى إن كانت الواحدة ربة منزل فأنا أعتقد أن قيامك بهذا الدور مهم جداً وشكراً جزيلاً هل لديكم أي أسئلة أو تعليقات؟ أو أي أم أخرى تريد أن تقول أجل أنا ربة منزل لقد لاحظت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية نحن جميعاً متفقون على هذا الرأي ولا تحبطي إذا سألوك ما هو عملك وتقولين لا أنا لا أعمل بل قولي أنا أعمل أعمل بالمنزل حتى وإن لم أكن أتقاض أجراً مقابل عملي كيف أقول ذلك؟ إنه أمر مفيد لك لأنك تعملين من أجل أسرتك نحن قساوسة رعاة للشباب ونجلس مع الشباب أسبوعياً ودائماً علينا أن نعد موضوعات الدراسة وغيرها من الأشياء إلى جانب رعايتنا لبيتنا فأنا أقوم بإعداد كل ذلك من المنزل أيضاً وهذا أمر جميل لأنني لا أشعر بالإحباط بل أشعر أن هذا هو القدوة الصالحة لأطفالي لأنهم يرون أن أمهم تقوم بواجباتها المنزلية وتعمل وتلتزم بمسؤولياتها فرغم أنني أمكث بالمنزل يرى أطفالي أنني أعمل وأقوم بواجباتي وهذه طريقة أخرى للمسؤولية أمام أعين أطفالنا وللقدوة الحسنة لهم ولذلك أشجعكن كلكن ربات البيوت على العمل الجاد وأنت قلن للجميع أنا ربة منزل أنا أعمل بالمنزل وأنا قائدة في أسرتي وقلن ذلك بكل فخر أرى أن روبي تود أن تطرح سؤالاً لا أدري إن كنت تودين التحدث أنا معلمة وأود أيضاً أن أحيي جميع الآباء والأمهات ربات البيوت لأنني رأيت ما قمنا به من عمل عظيم لمساعدة أطفالهن الذين يتابعون دراستهم من المنزل فأنا أتصور صعوبة رعاية الأطفال في المنزل وإعداد الطعام وفضلاً عن ذلك تقوم الأم بمساعدة أطفالها في فروضهم المنزلية أنا من المكسيك وطريقة التعليم الذي تلقيناه في المكسيك تختلف كثيراً وطريقة التعليم الأطفال هنا وأعتقد أن مساعدة الآباء والأمهات لأطفالهم أمر معقد جداً لذلك أعرب عن تقديري لجهودهم في مساعدة الأطفال وأعتقد أن قيامكنا بالتضحيات ومساعدة أطفالكم أمر عظيم لأن ذلك سيؤتي ثماره في المستقبل شكراً لكم حسناً الساعة الآن الحادية عشرة والنصف أعتقد أننا الآن سنمضي إلى الشرائح التالية ونأمل أن يسنح لنا الوقت لأخذ مزيد من التعليقات حسناً أنجيليكا إنه دورك مرحباً صباح الخير أعتذر عن التأخر اسمي أنجيليكا موراليس وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا المؤتمر لمزدوجي اللغة فأنا سعيدة للغاية لأنني هنا أنا عضوة نشطة في منظمة بيرنس يونيفرسيتي هنا في ألنوي الموضوع الذي أود أن أتحدث إليكم عنه اليوم يبدو سهلاً ولكنه بالنسبة لبعض الآخرين ليس كذلك كما هو بالنسبة لي وموضوعي هو القيادة والمهارات المجتمعية لقد مرت علي مرحلة لم أعتبر فيها نفسي قائدة وظننت أنني بلا أي مهارات ولكن ما السبب؟ السبب هو أن حياتي اليومية ورحلتي اليومية كانت سريعة وتلقائية فقد كنت أعيش كل يوم من المنزل إلى العمل ومن العمل إلى المنزل لم يكن لدي وقت ولكن بعد أن دعاني شخص ما عدة مرات حتى عندما لم يكن لدي الوقت الكافي أجبته لأنني في الحقيقة كان لابد أن أغير نظام حياتي لذا بدأت في المشاركة في يونيفورسيتي فور بيرنس أوجدت الوقت لنفسي حتى أدرك أن حياتي لها شكل مختلف أو أنها أخذت شكلا مختلفا لأنني لم أعتبر نفسي قائدة أدركت أننا جميعا قادة عظام لأن دور الأم ليس سهلا على الإطلاق وأنا أيضا لدي ثلاثة أبناء أحدهم يبلغ اثنين وعشرين عاما والآخران تسعة عشر وثمانية أعوام فأبنائي أعمارهم متفاوتة أنا أعمل بدوام كامل وكما قال زميلنا أليخاندرو أنا قائدة في عملي ليس بالضرورة أن يوجهك مشرف أو مدير فعندما تكون مسؤولا يمكنك القيام بدور قيادي أحيانا ننخرط في وضع تلقائي ولا ندرك ما يمكننا القيام به وقد كانت منظمة بيرنس يونيفورسيتي بالنسبة إلي أي كأنها جامعة يمكنني فيها أن أشارك مجموعتي ومجتمعي نقاطا مختلفة من حياتي اليومية ففيها يبدأ عقلك بالانفتاح وتفكر في آراء أخرى وتدرك قيمة نفسك يمكنك الشعور بالتقبل يمكنك التشجيع وفيها تظهر أمامك جميع النقاط الغائبة مثلما أنه يمكنك المساعدة ومد يد العون اضطررت إلى تركها بسبب أمر طارئ ولكني أدركت أن لدي شيئا أنا مسؤولة عنه لذا حضرت إن القدرة على المساعدة وتحمل المسؤولية تعطيك شعورا رائعا فنحن يمكننا المساعدة وبذل المزيد والمزيد وهذا أيضا مهم للغاية فذلك يساعدك على المستوى الشخصي وبالتالي يتولد لديك الالتزام وليس تجاه نفسك فقط فهذا يساعد الآخرين ويساعدك أنت أيضا لدينا بعض المشاكل في الصوت لذا يعتذر المترجم على أننا لا نستطيع سماع أنجليكا بوضوح من فضلكم جميعا أطفئ المايكروفون يبدو أن هناك شخصا لم يطفئ المايكروفون لديه نعم نعتذر عن ذلك لم نعرف من كان هذا الشخص حسنا تفضلي القيام بدور القائد لا يقتصر فقط على قادة المجتمع لأن القيادة قائمة في المنزل وفي العمل ومع نفسك وكما قلت منذ قليل على القائد أن يكون حاضرا في البداية وحاضرا في النهاية ليرى من يحتاج إلى المساعدة هناك أشخاص أشيد بهم لأنني أرى عطاياهم واضحة ولكن هناك غيرهم ممن عليك أن تخرج منهم مهاراتهم فعلينا أن نبحث عن هؤلاء الأشخاص وأنا وجدت نفسي ومسرورة بذلك أدعوكم جميعا أن تفكروا في أن بعض الناس يخفون ما لديهم من مهارات ولكنهم بيننا غير معروفين علينا البحث عنهم وهذا حدث معي بفضل هؤلاء القادة جميعا المعلمين الذين علموني وأسانا وجميع أفراد فريقي لقد دعموني دعما كبيرا وكانوا قادة فضلاء وبفضل بارنس يونيفرسيتي استطعت أن أطبق جميع هذه التغييرات وأحرزت تقدما كبيرا ونحن الأمهات أجهدنا العمل والضغوطات ولكننا في حاجة إلى هذا الوقت وشكرا جزيلا هذا كل ما أردت أن أتحدث إليكم عنه شكرا لك يا أنجليكا حسنا والآن لدينا بعض موارد الدعم نحن جميعا نعرف اللجنة الاستشارية لأولياء الأمور مزدوجي اللغة بي بي اي سي والمرشدين بها وكيف نستطيع الحصول على مرشدين من برامج الدعم وأكاديمية بيرانتس أكاديمي أوف إيلاتشي التي تدعم الطلاب في الالتحاق بالدورات الجامعية وأيضا برنامج ليدرشيب بروغرام فور اي بي ال آي وأكاديمية أكاديمي فور بيرانتس ليدرشيب انستيتيوت وهناك برامج أخرى يمكننا البحث عنها مثل البرامج المتخصصة في تنشئة الأطفال وبرامج تعليم التربية الإيجابية أردت أيضا أن أذكركم بأن القيادة تبدأ من نفسك أنت لقد وجدت هذه الرسالة وهي رسالة عن الوصايا العشر للقائد الناجح وهي أخذ المبادرة والتحلي بالمرونة والشخصية الجذابة وعدم الحدة والاستماع للآخرين والتواصل والتسلح بالرؤية والالتزام ليس عيبا أن تقول نعم أريد أن أكون قائد هذه المجموعة ولكنك إن لم تفعل الصواب والواجب وتتحل بشخصية القائد فلن يجدي ذلك نفعا والمسؤولية تقع على الجميع أي تعاون الفريق وإن لم يدعم بعضنا بعضا فلن ننجح أود أن أضيف شيئا آخر هو أنه يجب علينا أن نعتبر أننا جميعا لدينا صفات القيادة وما علينا فعله هو أن نعرف كيف نستخدمها في حياتنا هذا كل شيء شكرا لك يا مارتا عرفت أن بعضكم سأل عن كيفية المشاركة في منظمات بيرنتس يونيورسيتي فهذا عنوان بريدنا الإلكتروني وبريد المنظمة الإلكتروني وهناك أيضا المنظمات الأخرى التي يمثلها أباء وأمهات مختلفون فبعضنا شارك في إيلاتشي وفي بيرنتس أكاديميك أكاديمي وفي أبلي والميزة هي أننا أثناء الجائحة يمكننا اللقاء على الإنترنت إذا أرسلت رسالة إلى كل منظمة منها فيمكننا أن نوصلك بهذه المنظمات أعرف أنني مررت على الشريحتين الأخيرتين بسرعة لكنني أردت توفير الوقت للنقاشات أو لأي أسئلة أو تعليقات منكم فمن كان لديه سؤال أو تعليق فليتفضل شكرا لكم كلاوديا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم لدي سؤال حسنا لقد سمعت أن منظمات يونيفرسيتي والمنظمات الأخرى تقدم للآباء والأمهات برامج القيادة فهل يمكن أن نعرف المزيد عن الشروط والتكاليف خاصة منظمتي بيرنتس يونيفرسيتي وبيرنتس أكاديمي وأعتقد أن جميعها ممتازة بالنسبة لمنظمات بيرنتس يونيفرسيتي فهي برنامج تابع لجامعة نورثرن ألنوي وفيها لا يعتبر الآباء والأمهات أولياء أمور فحسب بل أيضا بصفتهم راشدين لأن ما يحدث في الغالب هو أنه ليس هناك درجة جامعية يمنحها البرنامج إنما هو برنامج من الجهود المجتمعية التي تساعد أولياء الأمور اللاتينيين في منطقة سيكامور ولكننا لا نركز كثيرا على تنشئة الأطفال فنحن نتطرق إلى هذه المواضيع ولكن ينصب تركيزنا على احتياجات الآباء والأمهات لأنني قبل أن أكون أما فأنا إنسانة أنا سوزانا عندما ولدت ابنتي الكبرى ريبيكا صرت أم ريبيكا عندما ولدت ابنتي الثانية صوفيا صرت أم صوفيا ولكن أين سوزانا الآن؟ لذلك يركز هذا البرنامج على استعادة الهوية الشخصية لي كإنسانة وأنا مثل أنجليكا أو أليكس أو كلاوديا أو مارتا لست أما فقط بل إنسانة وهذا ما وددت أن أتحدث إليكم عنه بإيجاز ولكن كل شخص اختار موضوع يتحدث عنه والكثير منهم ألقى خطابه في مؤتمرات أقيمت على مستوى الولاية بالإنجليزية أو الإسبانية وإحدى الأمهات المشاركات في بيرانتس يونيفرسيتي ستتخرج هذا الشهر يوليو بشهادة الماجستير لتعمل مستشارة مدرسية في المدارس الثانوية وهي أمنت هذه الوظيفة لأنه من المهم أن يتم تعيين مستشار مزدوج اللغة ولذا بدأنا من هذا المنطلق ولأن صلتنا بالجامعة تسمح لنا أن نوصلك بها إذا كان لديك رغبة في الدراسة حسب درجتك الجامعية في بلدك الأصلي أو هنا في الولايات المتحدة فيمكننا إيصالك بالجامعة ومساعدتك على الموضي في الدراسة وعندما كانت اللقاءات تجرى شخصيا اعتدنا المقابلة في المدرسة الثانوية وفي المدرسة هناك استمارة تملأها لطلب الالتحاق ببرنامج Parent University ولكن البرنامج يقبل الجميع على أنه يجب تقديم بعض البيانات لنتعرف على الشخص الملتحق كما أننا نجري استبيانا لن يعقد أي برنامج دورة عن الحياكة إذا كان المشترك يعرف كيف يحيك ولذا نجري هذه الاستبيانات لنعرف اهتماماتك وقد حضر لدينا متحدثون وزملاء من كل أنحاء العالم من بوغوتا وإسبانيا ودول أخرى وحضر المشاركون أيضاً الكثير من المحاضرات تبقت لدينا دقيقتان منظمة إيلاتشي بيرانت أكاديمي عقدت شراكة مع جمعيات كميونيتي إيلاتشي أسوسيييشن وهي تدعم الكثيرين في هذه المسائل ومنظمة إيلاتشي تعقد جلسة قهوة تركز على الآباء والأمهات وتشاركهم معلومات عن كيفية دعم أبنائنا في الالتحاق بالجامعة وهذا هو هدفها الرئيسي وأيضاً منظمة APLI وسأدعو مارتا تتحدث عنها فهي تساعد أولياء أمور الطلاب الراغبين في دراسة الطب لا أعرف مارتا لديك ثلاثون ثانية تفضلي هذا برنامج لدعم أولياء أمور الطلاب الراغبين في دراسة الطب والصحة فهي تقدم معلومات عن تسهيل انتقال الطالب إلى التعليم العالي وموضوعاتها الصحة والقيادة والتواصل الأسري والبرنامج يشمل خمسة محاور وهو برنامج مجاني ويعقد حالياً على الإنترنت وهو يعقد في جامعة ألنوي بشيكاغو UIC وتقديم الطلبات يغلق الآن أو ينتهي بنهاية يوليو يمكنك معرفة جميع المعلومات على موقعهم appley.uic.edu وهذا الموقع يحتوي على الكثير من المعلومات الموجهة خصيصاً لأولياء الأمور الهسبانيين كما أن هناك برامج أخرى لطلاب المدرسة الثانوية ومنها برنامج ميدسون أكاديمي وهو مخصص للأطفال الراغبين في دراسة المجال الطبي وهناك برامج أخرى متاحة يتوفر لديهم كل شيء يمكنكم أيضاً زيارة مركز Hispanic Center for Excellence التابعي لجامعة ألنوي بشيكاغو ولكننا لدينا جميع عنوين البريد الإلكتروني للبرامج التي تودون مراسلتها وسيرد المعنيون على رسائلكم احتراماً للوقت المخصص وللانتقال إلى اللقاء التالي أود أن أشكركم جميعاً على الحضور والمشاركة وأؤكد أننا قادرون على النجاح هل يمكنني أن أقول شيئاً قبل إنهاء الاتصال؟ أردت فقط أن أقول للآباء والأمهات الحاضرين اليوم أنه ليس معنى أنك أب أو أم أنك فاقد لفرصتك في التعلم فالقيام بدور الأب أو الأم جزء من التعلم علينا أن نسترشد بالمعلومات المتاحة ونستغل جميع الفرص للدراسة والتعليم حان وقت إنهاء اللقاء آسفة حسناً مع السلامة شكراً لكم حسناً علينا إنهاء الاتصال شكراً لكم جميعاً مع السلامة شكراً لكم إلى اللقاء جميعاً شكراً لكم شكراً لكم جميعاً شكراً لكم